كلنا طبعاً فاكرين حدثة محطة مصر الشهيرة راح ضحيتها حوالي 22 شخص من كم شهر نهاردة قضت محكمة جناية القاهرة بمعاقبة المتهم الرئيسي في الحدث وهو علاء فتحي باستجن 15 سنة وكمان الزامه برد 8 مليون جنيه و800 ألف جنيه وكمان الحكم بالسجن المشدد 10 سنين للمتهم الثاني في القضية وتحقيقة النيابة كشفت بأن سائق الجرار كان بيعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط وده عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان في الجرار رقم 2302 وده كان سبب رئيسي في وقوع الحادث يعني باختصار واحد بيعبث وبيلعب وسائل الأمان بتاعة القطرح مضيع 22 روح فطبعا عندنا قانون وإحنا بدولة قانون والحمد لله قضاءنا دايما منصف وعادل وأحكامه راضعة ف15 سنة تستحق وتستهل